بدأ المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً قد يستهدف مسؤولين كبار يعتقد أنهم مسؤولون عن جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية وسط ارتفاع عدد القتلى والمدنيين وتدمير واسع النطاق للممتلكات خلال الغزو الروسي لأوكرانيا جبهة أخرى تفتح ضد الغزو الروسي لأوكرانيا من خلال تحقيق بدأته المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم حرب روسية محتملة في حق الشعب الأوكراني المدعي العام للمحكمة كريم خان شرع رسمياً في التحقيق وجمع الأدلة بعد أن تلقى طلبات بدلك من عدد غير مسبوق من الدول الأعضاء بالمحكمة دول عدة أيدت هذا الإجراء وأكدت ضرورة ضمان العدالة ومحاسبة المسؤولين عما اعتبرتها إبادة جماعية على أن يغطي التحقيق جميع الأعمال التي ارتكبت في أوكرانيا قبل ضم روسيا شبه جزيرة القرم إلى أراضيها الخطوة تزامنت مع إعلان جهاز الطوارئ الحكومي الأوكراني عن مقتل أكثر من ألفي مدني منذ بدء العمليات العسكرية الروسية التي تستهدف المدنيين دون تمييز وفق تقارير لم يتسنى التحقق من صحتها إضافة إلى أنباء عن قصف مدرسة تمهيدية ومستشفى التقارير ذاتها أفادت باستخدام الروس للقنابل العنقودية في حين نفى مصدر من وزارة الدفاع الأمريكية أن تكون لدى البنتاجون أدلة على استخدام الجيش الروسي لأسلحة عنقودية منظمات حقوقية رحبت بالتحقيق Human Rights Watch اعتبرت أن هذا التحرك يعكس القلق المتزايد بين الدول بشأن الفضائع المتصاعدة وأزمة حقوق الإنسان التي اشتاحت أوكرانيا وروسيا ليست عضواً بالمحكمة الجنائية الدولية وترفض اختصاصها ولكن بإمكان المحكمة التحقق في اتهامات جرائم ضد الإنسانية على الأراضي الأوكرانية بغض النظر عن جنسية المشتبه في ارتكابهم تلك المخالفات ومع ارتفاع عدد القتل المدنيين وتدمير واسع النطاق للممتلكات خلال الغزو الروسي الأوكراني دشن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً قد يستهدف مسؤولينا يعتقد أنهم متورطون في جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية هذه الخطوة تأتي بعد تقديم عشرات الدول الأعضاء في المحكمة طلباً بهذا الشأن المحكمة الجنائية الدولية ومقرها في لاهاي أنشئت عام 2002 هي محكمة دولية مستقلة مهمتها محاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم إبادة جماعية أو جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو جريمة العدوان ليس للمحكمة اختصاص إلا فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ نظامه الأساسي إذا أصبحت دولة من الدول طرفاً فيه بعد بدء نفاذه لا يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها إلا فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام بالنسبة لتلك الدولة لا يجوز محاكمة أي شخص أمام المحكمة عن سلوك شكل الأساس لجرائم كانت المحكمة قد أدانت الشخص بها أو برأته منها يجوز اقترح تعديلات على القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات من جانب أي دولة طرف أو القضاء بالأغلبية المطلقة أو المدعي العام ويبدأ نفذ تعديلات فور اعتمادها بأغلبية ثلثي أعضاء جمعية الدول الأطراف رغم أن روسيا ليست عضوا في المحكمة فإن نظام المحكمة يسمح لها بالتحقيق في اتهامات ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على الأراضي الأوكرانية بغض النظر عن جنسية الجنات المشتبه بهم للمزيد من التعليق على هذا التطور ينضم إلينا عبر خدمة سكايب من واشنطن نائب رئيس مركز دراسات الرئاسة والكونغرس دان مهافي ومن القاهرة الخبير في القانون الدولي والمستشار القانوني السابق لحلف الناتو أيمن سلامة أهلا ومرحبا بكم أبدأ معك سيد سلامة عدم توقيع روسيا على الانضمام للمحكمة كيف سيؤثر على هذه الخطوة للتحقيق في جرائم الحرب لا تأثير على وجه الإطلاق وسبق للمحكمة بالفعل أن قامت في عهد المدارة العامة للمحكمة الجنينية الدولية السابقة فاستو بانتودا أن قامت بالفحص الأولي لما كان يدعى بارتكاب جرام حرب وجرام ضد الإنسانية أثناء أيضا الضم والغازو والعملات العسكرية الروسية في أوكرانيا حين قامت روسيا التحديق بضم شب جزيرة القرن منذ عامين تحديدا أعلنت المدارة عامة للمحكمة الجنينية الدولية أن هناك فعلا أدلة معقولة للانتقال للمرحلة الأخرى وهي التحقيقات الجنينية إلا أنها لم تعين المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرام حتى هذه اللحظة لا تثريب لا مندوح لا حج لا دفع بأن روسيا للتحديق ليست دولة طرف لطالما قامت أوكرانيا ومنذ عام 2014 وحتى اللحظة الألانية قامت بالطلب من المحكمة الجنينية الدولية وأوكرانيا ليست دولة طرف في المحكمة لكن النظام الأساسي للمحكمة الجنينية الدولية يسمح للدولة غير الطرف والحالة هنا أوكرانيا بأن تطلب من المحكمة تحقيق الجنائي سواء كانت في جرام حرب جرام إبادة جماعية جرام ضد الإنسانية جرام عدوان طالما ارتكبت هذه الجرائم المدعاء على إقلمها أو ضد مواطنيها سيد معافي امتداد هذه المدة والمدى لهذه الجرائم بحسب ما قال كريم خان من 2013 حتى هذا الغزو الذي دخل أسبوعه الثاني كيف يؤثر على التحقيقات أعتقد أن لدينا الكثير من الأدلة الآن عندما ترى الغزو المباشر واستخدام الأسلحة في المناطق المدنية وخطاب الرئيس بوتين نفسه الذي حاجج فيه وقال إن أوكرانيا لم تعد دولة كل هذا سويا يسمو إلى انتهاك صارخ للقانون الدولي وقد رأينا أن المحققين في المحكمة الجنائية الدولية رأينا أن هذه خطوة هامة رمزية خاصة للجمهور في الغرب الذي يريد أن يوقف هذا العنف والتأكد من أن هناك محاسبة للروس ولكن لا نزال نرى الصور صور العنف ومعاناة المدنيين وهذا يجعل من الواضح أن المجتمع الدولي عليه أن يفعل شيئا أخذين بعين الاعتبار تكتيكات الجيش الروسي سيد سلامة مسألة جمع الأدلة كيف تتم في هذه الحالات؟ هذه مسألة معقدة وسؤال مهم وموضوع إلى أمرين التحدي الأول هو النزاع المسلح الدائر وكما تفضلتم سواء من خلال الصورة أو من خلال التقرير يعني أكد يكون من المستحيل الآن أن تقوم المحكمة بإجراء مثل ذلك التوثيق لكافة الأدلة التي تربط مسؤولية الملاحقين يعني ربما الروس في ارتكاب هذا الجرام وبين الجنود الميدانيين في الأرض هذه مسألة مهمة جدا مسألة التحديات العسكرية العملياتية الدائرة مسألة أخرى كوفيد ناينتين مسألة ثالثة قلت ونقص وعوز الموارد المختلفة للمحكمة ليست فقط الموارد المالية المادية بل أيضا الموارد البشرية لأن أهمية التوثيق أن يكون هناك محققين من داخل المحكمة من العيسي سي موجودون أو موجودين في الميدان في أوكرانيا هذه المسائل تبطئ من وطيرة التحقيقات ولكن لابد أن نشير أن التحقيق الجناء الذي أعلن عنه رسميا أمس الأربعاء المدارع من المحكمة الجنية الدولية هو الأول هو السابقة التاريخية في عمري وعمل المحكمة منذ عام 2002 حيث قامت 39 دولة عضوة في المحكمة أولها وفي الصدارة منها الدولة البلطيقية لتوانيا قاموا بتقديم ليس طلب حالة ولكن التماس بطلب التحقيق هذا يسرع من وطيرة التحقيقات الجنائية ولا يعوز في هذه الحالة أن يقوم خان المدارع عام للمحكمة الجنية الدولية بطلب المصادقة على فتح التحقيقات الجنائية من بريترايل شامبر من غرفة ما قبل المحكمة ما بين هلالين الغرفة التمهيدية هذه سابقة تاريخية مهمة من أجل تسريع وتيرة التحقيقات الجنائية في الجرائم التي نصر على واسمها بلغة القانون ألجد كرايمز الجرائم المدعة ارتكى بها سواء كانت نتورك كرايمز جرائم حرب كرايمز جينيش يوماليتي جرائم ضد الإنسانية أو حتى جينوسايد إبادة جماعية سيد معافي ما يقول ضيفي عن هذه السابقة التاريخية ما حجم تأثيره كذلك على الإجماع الدولي لمحاسبة روسيا وما الذي يقوله عن مدى الجدية في ذلك أعتقد أن هذا سؤال جيد حتى الآن المحكمة الجنائية يبدو أنها تركز على جرائم البلقان والإبادة الجماعية في أفريقيا وهي ليست كيان لديه قوة أو يستطيع أن يحاسب دولة عظمى مثل روسيا هذه ليست تكتيكات جديدة نراها من جانب روسيا رأيناها في الشيشان رأيناها في سوريا والآن عندما يكون هناك هذه الصور المستمرة القادمة من أوكرانيا في الواقع لدينا صور كثيرة من سوريا ولكن حاليا يبدو أن هذا مثل عنف الحرب العالمية الثانية أو النزاعات الماضية حيث كانت هناك محاكمات مثل نورنبورغ أو محاكمات ما بعد استسلام اليابان إذن هناك علامة تاريخية وهناك تركيز على دولة كبرى مثل روسيا ولكن هذا ليس بالجديد أن نرى مثل هذه الأعمال العدائية والهجمات على المدنيين كما نراها من جانب روسيا في حرب لا تميز سأبقى معك سيد معافي وأنت تشير إلى هذه الحرب التي لا تميز المسألة الآن والصعوبة هي التطقيق في الأرقام التي تصلنا من الداخل الأوكراني لكن حتى لو وقفنا عند الأرقام الرسمية الروسية خمسمائة قتيل من الجيش الروسي ما الذي يقوله هذا عن حجم الضحايا في هذه الحرب حتى الآن؟ أعتقد أن الأرقام من الصعب أن نثق بها من أي من الحكومتين كل طرف لديه حافز لتضخيم أو تقليل هذه الأرقام ما نراه في الصور ومن نوع الأسلحة نرى مدفعية ثقيلة صواريخ حرارية أسلحة لا تهاجم مجموعة بسيطة من الناس أو عربة وإنما تدمر مجمع سكني كامل المسألة ليست أرقام وإنما نوع الأسلحة التي نراها تستخدم هذه ليست الأسلحة دقيقة أو لضرب أهداف عسكرية وتجنب المدنيين أعود إليك مرة أخرى سيد سلامة أنت أشرت إلى السرعة غير المسبوقة والتاريخية التي ركزت عليها وهذا دفع الكثيرين إلى السؤال لماذا هذه المرة؟ لأن هذه لم يحدث في كل التحقيقات الجنئية والقضايا التي اطلعت بها المحكمة الجنية الدولية من خلال مكتبها البداء العام للمحكمة الجنية الدولية سيحدث أن 39 دولة قامت مثل هذا الطلب القانوني للإلتماس بموجب قواعد الإدلا والإثبات بموجب النظام الأساسي لمحكمة الجنية الدولية لأن تطلب من المدى العام ولأول مرة لأن الصورة دوما أصدق من الكلمة والوسائل الإعلام الحديثة والتواصل الاجتماعي وكل ذلك نقل الصورة في اللحظة في التو فقامت هذه الدول من فورها بالطلب من المدى العام للمحكمة الجنية الدولية فضلا عن أن هناك مصار آخر قامت به على التوازي في لهاي أيضا أوكرانيا بالتقدم برفع دعوة انفرادا ضد الفيدرالية الروسية روسيا للتحدية وهذا أعطى زخم مهم للمدى العام للمحكمة الجنية الدولية أن يؤكد أنه سيقوم من فوره بإجراء التحقيقات الجنية ولكن نؤكد من خلال قناتكم الموقرة أن الدعوة والدعاوة والتحقيقات الجنية في المحكمة الجنية الدولية لا تطال لا تستهدف للدولة الروسية لا النظام الروسي ولا أيضا الحكومة ولكن تستهدف أفراد مواطنين الروس سواء كانوا قادة سياسيين أو قادة عسكريين ساهموا بأي شكل من أسكال المساهمة الجنية تحريط أمر تأمر تسهيل مساعدة في ارتكاب الجرائم المدى ارتكابها في أوكرانيا إبادة جماعية جرام حرب جرام ضد الإنسانين سيد معافي ما الخطوة التالية؟ كيف ستدعم الدول التي طلبت بهذه الخطوة خطوة تحقيق؟ أعتقد أن المسألة مسألة الاستمرار في دعم المجتمع الدولي والمحققين بالموارد والوصول الذي يحتاجونه أيضا سواء عن طريق وسائل التواصل أو الحكومة علينا مشاطرة هذه المعلومات مع الجمهور ومع المحققين هناك مثال نراه هناك معلومات أن روسيا ربما لديها مجموعة أو أسماء ناس على القوائم لاستهدافهم علينا أن نستمر في مساعدة أوكرانيا وتحذيرها وأيضا دعم المحققين في المحكمة الدولية من واشنطن دعم مهابي ومن القاهرة أيمن سلاما شكرا جزيلا لكما